إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيرات أعمالنا من يهدي إلاه فلا مضل له ومن يغلل فلا هاتي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فإن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده المؤمنين مؤساة إخوانهم وشد عووز وقضاء حاجتهم وسد عوزهم والقيام بكل ما يحتاجون إليه تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتزاما لأمر الله عز وجل وقد أمر الله عز وجل بتحقيق هذا المبدأ مبدأ مؤساة إخوان المسلمين الإخوانين والتعاون فيما بينهم في آيات كثيرة من أعظمها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وأمر الله عز وجل بتحديق مبدأ الأخوة الإسلامية المجردة عن كل أخوة واللازمة لكل مقتضياتها يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فإذا حقق الإنسان هذا المبدأ علم أن وقوفه في صف إخواني هو بعيد عن أي معطيات غفرة ترفوها الشريعة الإسلامية ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى هذا المبدأ مؤكداً على أن الجزاء من جنس العبد فمن سخّره الله لنصرة إخوانه والقيام بشغولهم قيم الله له من يسد حاجته أو سد الله حاجته في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ومن نفس الله عنه كربة من كرب يوم الدنيا فمن فرج فرج الله عنه ومن نفس نفس الله عنه وعند الطبراني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب العباد إلى الله أنفعه وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكسب عنه كربة أو تقضي عنه دينا وإذا كان الله عز وجل قد كافأ بغيا من بغايا بني إسرائيل بأن غفر الله لها وقد أتت تلك الدنوب العظيمة لأنها سقت بموقها يعني حذاءها كلبا أجل قي الله فأدخلها الله عز وجل بها العمل وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كل كبد رضبة أجل وفي كل كبد رضبة أجل فكيف إذا كان في حق إنسان فكيف إذا كان في حق مسلم ثم إن هذا العمل الذي تصنعه من مؤساة إخوانك المسلمين والقيام بشهرهم ليس فضلا منك ولا منك فإنما هو مال الله أعطاك الله إياه لتقوم بحقه الدني أوجب الله عليك وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فمن جملة ما جعلك الله عز وجل مستخلفا فيه أن تقوم بحقه وإيتام من يحتاجه وهل فرض الله الزكاة يوم أن فرضها وحبل لنا الصدقة يوم أن حبلها إلا تحقيقا لمثل هذا المهدد وما زالت أعمال المسلمين عباد الله منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة كل هذا لتحديق مبدأ الأخوة الإسلامية والفوث بما أعد الله عز وجل من الغنائم العظيمة في الدنيا والآخرة لمن يقوم بهذا المهدد ومن يقرأ في تانف هذه الأمة يجد فيها العجب المجاب ودعوني أذكركم أنتم بمنبة الله عليكم فيما آتاكم الله عز وجل به من خير فيوم إن كان آبابنا وأجدادنا يتلمرون تلوظ الحية بالماء لا يجد بعضهم قوت يوم ومن وجد قوت يومه فإنه يجده في الكلفة والمشقة من أهل البر ومن أهل البحر أيضا وإذا بالله يفاجئهم على غير بيعاد بنعمة عظيمة ما حسبوا لها ألف عزة جاءتهم هذه النعمة من تحت أرجلهم فأغذق الله عز وجل عليهم من شهابين مره وجود إحسانه وتمام فضله ما جعل الناس يرمغونهم بأفصارهم فرقين بما عندهم من النعمة يحسدونهم على ما عندهم من الخير وهم في نعم كانوا بين أمرين إما أن يضطروا ويفسقوا ويضيروا هذا المال فيما حرمهم الله عز وجل عليه فيسلب الله منهم الخيرات ويحرمهم من البركات وتأتيهم المعاصي والسيئات ثم يأتيهم غضب الله وعظيم الدركات وإما أن يقوموا بما أوجبهم الله عز وجل عليه وهكذا صنعوا وهذا ضلوا به فالكويت بحمد الله قبل أن تعرف ما يسمى بالطفرة الافتصادية وأهدها قارمون على الخير كيف لا؟ وبهذا تدوم النعم فهذا من شكر النعم التي أوجب الله عز وجل عليه في سنة 1936 من البيلاد وبعد حصول النكبة في أرض فلسطين انتظر أهل الكويت جميعا لنجة إخوانهم هناك جهود فكومية وجهود شعبية كل هذا مؤاساة لإخوانهم المسلمين فجاءت التبرعات العظيمة التي لا يقدر قدرها إض الله ثم قاموا بعمليات في المدارس وغيرها من جمع التبرعات يحدث عبدالله العليل الطوى رحمه الله ويوسف الحجي حفظه الله عن مبادرة شعبية في المدارس يقوم بها طلاب المدارس في الافتداء والمتوسط وافدانوا في جمع التبرعات لصالح المسلمين في فلسطين بعد نكبة فلسطين في سنة 1936 ثم انتظر سلطان إبراهيم إكليم رحمه الله لجمع هذه التبرعات ونصالها للشيخ محمد عمين القسين رحمه الله مفتي فلسطين لما كان مدفيا أو مطرد مطرودا في كاراتش ثم وصل الدعم من هنا وهناك حتى عبر الناس عن معنى الإغاثة وفي مجال الإغاثة نفسها والحديث مع هذه السجود نرى بحمد الله ما يصنعه المسلمون اليوم في الكويت ليس فضلا ولا منة فهو عمر أوجب الله عز وجل عليه وأمرك بأن تعدي المال كما أمرك الله فيما يحصل المسلمين اليوم من الناس هنا في سوريا أو المرابطين في داخلها أو الذين ألمت بهم من المصائب والكروبات ما لا يعلمه إلا الله فارج الله عنه فهذه الانتفاضة المباركة في مؤساة المسلمين هي من أوجب الواجب عليه ثم إذا جئت على سبيل المثال لبناء المساجد فقد ضربوا في ذلك أرعى المثال أنتم ممن نصلي هنا وغيركم ممن نصلي في المساجد العديدة من الرجال والنساء من الأحياء والعروار لكم العديد من المساجد التي فيها تحبيق لمعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بنى مسجدا ولو كمفح صفطاه يعني عش الطير بنى الله له بيتا في الجنة عن هذا تريدون أحدثكم في المساجد حتى تدركوا معنى سحابة الكويت تنطر العالم أو أحدثكم عن ذلك المسجد الذي مري في اليمن بين قليلتين متنازعتين مضى على تنازعهم أكثر من عشرين سنة فألف الله بين قلوبهما لمسجد بناه محسن الكويت لا يدري بأن نعمة هذا المسجد ستسري إلى أن يؤلف الله عز وجل على يديه بين قبيلتين عظيمتين أم حديثكم عن المسجد الذي مري في هولندا في مستردام يوم أن جاء رئيس البلدية بنفسه وطرم من الوفد الكويتين قال لهم عندي ها هنا وهو غير مصرف عندي ها هنا كنيسة أريد منكم أن تشتروها وتحولوها إلى مسجد فاستبردوا لماذا يطلب هذا الطلب؟ قال وجدنا أن المسجد إذا بني قلت الجرائم في المنطقة التي يُنى فيها هذا المسجد وساهم هو في تخفير تكاليف بيع الكنيسة يقول الأخ كانت أربع كنائز خيرنا بين أفضلها فاخترناها وثولت هذه الكنيسة إلى مسجد أم أحدثكم عن المسجد الذي ملي في السيغان اسم المسجد لن يبني المسجد أحد اسم المسجد لن يبني المسجد أحد مر حالك تلك الدولة في سنة من السنين ممن تمضخ بأوضال المالية والتغريب واسترب من وجود بناء مسجد عظيم على طريق المطار فقال أحد المسجد لا يقام هنا أقموه في مكان آخر فأصر المسلمون وقام الإخوة المسلمون هنا ببناء هذا المسجد وأصر على هدمه ثم جرد من حبه وسلطانه وقام المسلمون المسلمون هنا ببناء هذا المسجد وسماه مسلم السنغان المسجد الذي لم يبنيه أحد وبقي هذا المسجد محافظا عن اسمه إلى يوم نهار أبو أحدثكم عن الجانب الطبي وتلك المستشفيات والمراكز الطبية العظيمة التي تجري العمليات والإسعافات في كل مكان ولو لم يكن من حسراتها الطبية سوى ما يسمى بمكافحة العمى لكذا مشروع عظيم جبار يقام في الكثير من البلاد الإفريقية يأتي الإنسان وعمره عشر سنين طفل أو عشرون سنة أو خمسون سنة أو ثمانون سنة وهو أعمى بسبب الرمض فتجرى له عملية في أقل من سبع تقائد فيرد الله له بصرة كان عاجزا عن إجراء هذه العملية عجزا ماليا فأقيمت له مشافي هنا بوصف الطبي يخضر من هنا متبرعا أو من أي مكان آخر حتى إن أحد الأطباء الكويتين استغرب من رجل يبلغ من العمل أسر من ستين سنة وهو يريد أن يجري العملية بعد مضيها لإنسانين ما الذي تريد أن تصنعه إلى أجريتك آدم الأملية وإي عملية بسيطة قال فقط لأقرأ القرآن ورد الله بصره إلى هذات يسيرة جدا أم تريد أن أحدثكم عما يتعلق بكفالة اليتامة وما فيه من الأجر العظيم والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال أنا وكافر اليتيم في الجنة الكهاتين وأشار بين أسرعين وهذه كفالة ليست كفالة مادية مجردة عن الأدن المعنوي لا بل هي كفالة ورعاية واحتضال لهذا اليتام حتى يغدو إنسان منتجفه وأدن عظيم في مرضه قرأت مرة أن اختل طبيبات الشهيرات في باكستان وهذه الطبيبة قد بلقت مبلغا عظيما في الطب وصار لها قوة وجعل كبير فلما سهلت أجابت غير متكبرة ولا لاكرة للفضل غير متكبرة ولا لاكرة لفضل الله ثم لفضل المحسنين كيف فقدرت هكذا فقالت بفضل الله ثم فضل دول الأيتام قد كنت في إحدى دول الأيتام الكويتية ثم لما علمني من كفلني أصر على أن أكبل دراستي فأكملت دراستها الجامعية ثم أخذت الماجستين ثم الدكتوراه ثم أصبحت من أشهر الطبيبات في بلدها احتسابة للجر بل في الغريب ما ينكر أن إحدى المحسنات الكويتيات كانت قد كفلت يتيمة في ألبانيا أو يتيمة وتعرض هذا اليتيم لحادث السيد توفي رحمه الله يقول الإخوة فتحترنا كيف نخبر تلك المرأة المؤسنة أن يتيمها قد توفي ومن الذي يضرها هل خرج من بطلها هذا اليتيم ينذهب يأتي غيره بأبل يتامع لكنها عظمة الرحمة التي قلبها الله في قلبها قال فلما أخبرناها بموت هذا اليتيم بكت بكاءا شديدا كأنها قد فردت وليل عن الإخوة الرحيم والظلوة آسيناها وذهب وفد النساء لتعزيتها واستقبلها النساء كأنها ولدها الذي هو ضفعة منها فرحمة جعلها الله عز وجل في قلبها والمراد عباد الله أن مثل هذا الخير لا يقدر قدره إلا الله عز وجل فقمن بنا أن نشكر نعمة الله وأن نعرف فضل الله علينا غير متكبرين ولا ضغرين ولا جاهدين لفضله فإن مثل هذا موجد لأن يسنب الله منا هذه النعمة لا حول ولا قوة إلا من الله بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني ولياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسععون وأستغفر الله علي ونفمي كل ذنب فاستغفروه إنه هو الضبور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر لله على فضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى للوام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فقد قيل بالشكر تدوم النعم وإن تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ولن كفرتم إن عذاب لشديد فمن أراد أن تدوم معه هذه النعم فلابد أن يشكرها حق الشكر وما نفل عليه من خير نتفيأ ظلاله آناء الليل وأطراف النهار هو من فضل الله عز وجل عليه فلابد أن نؤذي شكره كما أمر الله وشكر الله كما ينبفي إنما يكون بابتثال أمره واجتناب زجره وأن يقوم الإنسان بمؤسعة إخوانه في هذا المعن الإنسان الحصيب العاقب هو الذي يجعل جزءا من هذا المال موظفا في الخير بلا منة ولا قضل حتى يديم الله عز وجل عليه هذه النعمة وما زال المسلمون بين الفينة والوخرى يتعرضون لشيء من مصائب هذه الدنيا كسنة بشرية جعل الله عز وجل في الخرق والجزاء من جنس العقب أدرك هذا تمام أنك متى مات تقفرت مواطن الحاجة عند الناس وهرست على سدها والقيام بأمورهم فإن الله عز وجل سيقيد لك من يقوم بأمورك كان بعض الشيخ رحمهم الله إذا افتقر تصدق وهل الإنسان إلى قل ماله يتصدق ويخرج شيئا من ماله إنه إدراك معنى التوكل على الله وأن الزكاة ما سمي الزكاة إلا لذكائها يعين معها فالإنسان إذا أراد أن ينمو ماله ويزيد خيره فلابد أن يغاسي إخوانه وفي كل حال لا بد على الإنسان أن لا ينسى أنه في يوم من الأيام تعرض للمهنة نفسها التي يتعرض لها إخواننا النازحون في سوريا اليوم كنا في يوم من الأيام شئنا أن أبينا وإن جولت تلك الألقاب والأوصار وسمينا بأننا قمنا بزيارة إخواننا والوفادة عليهم في بلاد الخريج وغيرها شئنا أن أبينا كنا نازحين وبكثنا أشهرا عجافا لكن الله عز وجل لسابق خير أراده لنا كشف عنا الهمة وأزح عنا الكر فلابد أن يتذكر هذا الإنسان تماما أن الله عز وجل قد جعل من صمائع معروفه ما يقي مصارع السوء قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صمائع معروف تقي مصارع السوء يا إخوان الكرام في زيارة سبقني إليها المئات من الآلاق من المفسرين في بعض البلاد التي نزح إليها إخواننا في سوريا وجدت من الألسل التي تنهج بالدعاء لكم في أن يديم الله عز وجل عليكم الخير فهذه نعمة لا يدرك أجرها ولا عظيمها إلا الله عز وجل وإخوانكم ما زالوا في أمس الحاجة إن قد تداعت عليهم القنطمة والكفر وتكالب الناس عليهم من كل مكان وصاروا بينما طرقت الكفر الذي يريد أن يزيل حد معرف الإسلام في أرض الجام وبين سندان خلال كثير من المسلمين فإذا لم تقف هذه الوجوه المباركة في نصرة المرابطين والمجاهدين والمجاهدين ومسر الجرحى والمصابين الذين لم تستطع أرض أردن ولا لبنان ولا تركيا أن تخفف بشدة العلم عليهم وهم أهل عزة وكرامة مشعامة ما توقعوا في يوم من الأيام أن يتنقلوا من حال إلى حال وأن يصلوا إلى هذا المكان من سوء المعال فالله الله في إخوانكم تيقنوا تماما أن دينارا تنفقه بلية غوز إخوانكم والفوز في إدراك العجب سيكون له شعر عظيم لا تجزع لا تمن لا تيأس فإن الله عز وجل قرر بأن ينصر إخواننا هناك فكن شريكا في النصر ولا تكتب من من مل وجزعا من طول المأساة وشدة الكر أسأل الله أن يخفف عنهم الألم وأن يزيل عنهم الكر وأن يجلب لهم النصر عاجلا غير عاجل اللهم كن لإخواننا في سوريا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك برحمتك التي وزعت كل شيء أن تكشف عنهم كربهم اللهم فرج كربهم ونفل سمهم وتقبل شهيدهم وداو جريحهم واحفظهم يا رب العالمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء كأعداء الدين اللهم يا أرحم الراحمين كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي رضينا عذاب العام ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هزيتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجزي أهل هذا البلد خير الجزاء اللهم اجزي أهل البر والإحسان خير الجزاء اللهم جازهم بالحسنات إحسانة وبالسيئات عفواً وصفحاً وغفراناً وسائر المرسلين في كل بلد يا رب العالمين اللهم وفع ولا تعبرنا لما تحب وترضى وارزقهم البر والتقوى اللهم وحيي لهم البطانة الصالحة التي تدعوهم إلى الخير وتحثهم عليه اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء اللهم فرد كيده في نأله اللهم وألح بين قلوب أهل هذا البلد على الخير إنك يا مولانا رغوف رحيم وصلى الله وسلم على نبينا